أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن توطين صناعة الدواء في مصر يعد أولوية قصوى للدولة مشيرا إلى أن مصر تمتلك تجربة لاقت إشادات واسعة وهي إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا محليا وكانت أحد العوامل المهمة في نجاح مصر في تخطي أزمة الوباء وبشأن لقائه بوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولية رحب مدبولي بالمشاورات الجارية حاليا لإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولية لمدة خمس سنوات حيث يركز إطار الشراكة على توفير المزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص